للي يتابعني بالانستجرام يلاحظ بأنه أغلب استوريات اللي نزلها تكون فيها خطوط عربية غير موجودة بنفس التطبيق كيف جبت الخطوط وكيف استخدمتها؟ هذا اللي راح نتعلمه في فيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح جديد واليوم راح نتكلم عن طريقة استخدام خطوط عربية في استوري الانستجرام عني أنا شخصياً أستخدم تطبيقين تطبيق اندلوسي وتطبيق اوفر طيب إيش الفروقات ما بينهم؟ تطبيق اندلوسي هو تطبيق عربي والخطوط العربية في لجازة ولكن ما راح تقدر تحمل خطوط عربية من بره التطبيق بالإضافة أيضاً إلى الخطوط اللي موجودة في نفس هذا البرنامج تكون بعضها مدفوعة تطبيق اوفر هو انجليزي ولكن راح تقدر تحمل الخطوط العربية وتستخدمها فيه وتستفيد منه بشكل كامل طيب خلونا نبدأ الآن بتطبيق اندلوسي أول شيء يدخل التطبيق وضغط على كلمة تصميم جديد بعدها راح افتح لك هذه الصفحة اضغط على خيار شفاف لانه انت راح تنسخ النص بدون الخلفية بعدها اضغط على علامة القلم وبعدها اضافة نص اكتب النص اللي تبغاه وبعدها تقدر تعدل عليه انت سواء كان نوعه أو لونه بالإضافة لذلك تقدر تعدل الظل والتحديد إذا انتهيت روح على علامة المشاركة اللي موجودة فوق على اليسار اضغط عليها وبعدها نضغط على علامة مرة ثانية واضغط نسخ الآن ببساطة توجه الى الانستجرام وصور صورة او ارفق صورة من عندك والصق النص زي ما تشوفون كانت هذه الطريقة بكل بساطة الآن خلونا ننتقل الى تطبيق اوفر ولكن اول شيء خلونا نحمل الخطوط العربية اللي نبغاها طبعا تقدر تحمل من اي موقع الموضوع ما يفرق لكن انا رحت لموقع عرب فونس والآن راح اشرح لكم طريقة التحميل بكل بساطة ادخل الموقع ودور الخط اللي يعجبك وضغط على خيار تحميل بعدها انزل تحت شوية وضغط على خيار تحميل مباشر بعدها راح يطلع لك تنبيه ينبهك بانه انت قاعد تحاول تحمل الخط فيضغط download وبعدها راح يجيك فوق على اليمين اضغط عليه بعدها نضغط على خيار المشاركة واختار تطبيق اوفر زي ما تشوفون دخلنا على تطبيق اوفر وعطانا يشعر بانه احنا حملنا الخط بكل بساطة توجه العلامة الزايدة اللي موجودة تحت وبعدها نروح على خيار transparent او شفاف واكتب النص اللي تبغاه بعد ما تنتهي من كتابة النص راح تقدر تعدل عليه باستخدام الخيارات اللي موجودة تحت واللي من ضمنها شكل النص ونوع الخط واللون والحجم وايضا الظل وبعد ما تخلص اضغط على خيار المشاركة اللي موجود فوق على اليمين بعدها نضغط على خيار الثلاث انقاط وانسخ النص بعدها توجه لانستجرام والسقو زي ما سوينا مع تطبيق اندلوسي وبكذا نكون وصلنا لنهاية الشرح اتمنى اني ما طلت عليكم واني اعطيتكم المختصر المفيد نراكم ان شاء الله في فيديو اخر السلام عليكم